عقد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة جلسته العاشرة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي التاسع بمقره في مدينة الشارقة برئاسة أسعادة خول عبد الرحمن الملة رئيس المجلس الاستشاري ونقش المجلس في جلسته سياسة دائرة الشؤون الإسلامية كما أجاز مشروع قانون تعديد القانون رقم 2 لعام 2004 بشأن البلديات في إمارة الشارقة في جلسة حافلة بالنقاش والمداخلات من قبل أعضاء وعضوات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة أجاز المجلس في جلسته العاشرة مشروع قانون لسنة 2018 بشأن تعديل القانون رقم 2 لسنة 2004 بشأن البلديات في إمارة الشارقة كما ورد من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بعد ذلك ناقش المجلس سياسة دائرة الشؤون الإسلامية في الإمارة كانت الجلسة عامة بالمناقشات والاستفسارات حول دور الدائرة في المجتمع لما لها دور في تنمية وتعزيز المبادئ والقيم الإسلامية في المجتمع وتفعيل دور المسجد وتعزيز مكانته بعدها تدخل 22 عضوا وعضوة لطرح العديد من الموضوعات التي تكاملت مع أدوار دائرة الشؤون الإسلامية وجهودها في الإشراف على المساجد وتوفير مختلف الخدمات ودورها في نشر الوعي والثقافة الإسلامية بين الشباب والأجيال وحثهم على التمسك بالقيم والأخلاق الإسلامية الغراء طبعا اليوم تم مناقشة تعديل قانون رقم 2 لسنة 2004 المتعضمن تعديل مدة العضوية في المجالس البلدية وتم بالإجماع الموافقة على رفع مدة العضوية من سنتين إلى أربع سنوات تم أيضا مناقشة دائرة الشؤون الإسلامية وكانت حقيقة الكثير من المداخلات من الأعضاء تتعلق برفع كفاءة العمل في هذه الدائرة وفي المساجد وحقيقة جهودهم مواضحة جهودهم مقدرة لكن كان في ملاحظات رح تكون هناك توصيات أيضا رح ترفع بإذن الله اليوم نقشنا سياسة دائرة من أهم الدوائر في الإمارة وحباها المولى عز وجل بدور كبير ألا وهي الاهتمام ببيوت الله سبحانه وتعالى وهي دائرة شؤون الإسلامية في الإمارة نشكر صاحب السمو حاكم إمارة الشارق على مكرمته الصخية للأمة والمذنين والمساجد وعلى اهتمامه دور الكبير وما يوليه لدائرة شؤون الإسلامية في الإمارة ونشكر ممثلي الدائرة على أجوبتهم لجميع أسئلة الأعضاء التي طرحت وهي أجوبة وردود شافية الحمد لله ونتمنى أن نطلع بشيء يخدم المجتمع شاملت مداخلات أعضاء وعضوات المجلس العديد من الأمور التي تعزز من أهداف بناء المساجد وتوفير مصليات للنساء والاهتمام بالدروس الشرعية كما وتناول ممثل دائرة الشؤون الإسلامية الرد بالتأكيد على مواصلة جهودهم في رعاية المساجد وإقامة الأنشطة التوعوية حرص المجلس الاستشاري على إعطاء دائرة الشؤون الإسلامية الفرصة في المناقشات وطرح الأسئلة والمقترحات نظرا لأهميتها الحيوية في خدمة بيوت الله عز وجل وما تقوم به من أدوار في خدمة الرسالة الإسلامية السمحة التي ستظل نهج دولتنا وإمارتنا لأخبار الدار هويد الشرقي من مقر المجلس الاستشاري في إمارة الشارقة